موسيقى التغيير الذي ينفذ الجائحة هو أن الناس لا يعرفوا نظام النظافة أو إنسان تحتاط أو يبعد من الإنسان الآخر لا يوجد إيجابيات لديهم إيجابيات لديهم إيجابيات لديهم إيجابيات لديهم سلوكات الإنسان الجائحة الكورونا عندها سلبيات إيجابيات من السلبيات لديها أنها أبتارت من ناحية الاقتصادية والنصاب الاقتصادي في المغرب من الإيجابيات لديها أن المغربة عرفوا نفسهم بأن المغربة شعب طيب يحبون الخير لبعضهم يحبون وطنهم ولينا نقين صراحة الناس كانوا موسخين بزاف ما كانوا شكي تهلوا فراسهم ما كانوا شكي يخصوا إيدهم بزاف يعني أولا بنادم أولا أرد البال غير مع إدي مع الدرق ستكون نقية مخش أولا والناس يحطوا بابتهم في الباب ولا تدار نقية لدينا دم لا أريد أن أتذروا ألتزم في البلد وأول شيء أتفرض عليهم الحكومة والدولة بالنسبة لكمامات والأسميته ووقتهم لم يخرجون فيه السبعون لار وخلقات لنا مشاكل شيء شوية ولكن ما كان المشكلة ستنصبروا التدفت وقد نتبعو التعليمات للأسميتو التي يفوت هذا الشيء إن شاء الله أشفا نقول أولا القيب الزاف العائلة تجمعوا الأباء تجمعوا مع وليداتهم أولا يفترون جميعا أولا يتغلطون جميعا تعشون جميعا أولا مرة فهمت رجل هالراجل فهم مرتو فهموا وليداتهم وما شخصهم حاجة واحدة اللي بعد ذلك قولنا هي بعد ذلك الناس على الحباب إن توحشنا واحد المجموعة لتخرج فراحتك تقلص فيما بغيتي تمشي لخيوة تزور العائلة فهذا شيء كل شيء عادم أنا شو تبدل عندي نتبدل بزيب حتى أنا بدلت بلاد بالبلاد أنا جاي من فرنسا كاتمونا حاصلة هنا أنا ولداتي جيت غير باش نفوش أنا باش ندور عامين ما جيتش جاي باش نفوش قلت ديري يعني أن برغم فرنسي تا جات كورونا وقفتلي البرغم توحشت نسابي توحشت أخوتي جانا بها دين عليا ما شيفها دلمدينة توحشت أخوتي وهذا شيء اللي أطلع أكثر حاجات توحشنا هو المسجد أختي توحشت الصفر على برد لمدن مغربية توحشت حبابنا وأصحابنا جوادنا ولمشوا عندهم ورجع لنا ذلك الجو القديم اللي هو أحلى توحشناه وبالنسبة للصفر سوف نشوف الأهل والأحباب هات شركة هات شركة نقول إن شاء الله إلا تحيد هذا نشوفه الوالدة والخوة والعائلة هات شركة خرجوا مع وليدتنا اللعبون نشوف المحار بزاف جلحوا أنا نولدت حدا أنا كل شيء خير موجود وشفنا الراحة وينسرسلنا